وانطلقت الآن الجياد في شوطها الرابع على جائزة زيد بن محمد بن زيد يرحمه الله منها للرياض واحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وهذا الشوط على جياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر التي كسبت من سباق وحتى ثلاثة سباقات ويقام هذا الشوط على مسافة الألف وثمانمائة متر قيمة الجائزة أربعا وأربعون ألف ريال والآن في الصدارة الزاهب في المركز الأول في المركز الثاني فضيلة وأيضا متابعة في المركز الثالث من دائم عزنا مع بجانب يشواف أيضا والزاهب يأتي من الداخل وفضيلة من الخارج والصدارة على ما يبدو لفضيلة الآن في المركز الأول الزاهب في المركز الثاني ودائم عزنا يتقدم من الخارج مع تقدم الرادع أيضا من الداخل الصدارة لفضيلة فضيلة هل تبتعد عن بقية الجياد وتحقق الصدارة في هذا الشوط وكما تلاحظون محاولات الجواد عشم ومن خلفه قيصري مع اقتراب الجياد من المنعطة في الأخير باتجاه خط النهاية وفضيلة في المركز الأول المنعطة في الأخير باتجاه خط النهاية فضيلة المركز الأول عشم يحاول أن يتقدم وأيضا دائم عزنا يحاول أن يجد له فسحان ليتقدم أيضا وقيصري بالفعل يتقدم وأيضا رادع في المركز الثاني فضيلة تبتعد بالمركز الأول في هذه الأثناء تبتعد بالفعل وقصر قادم من الخارج في هذه اللحظات والرادع الثاني وفضيلة في المركز الأول